بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات المحاميات الأساتذة الزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله هنتكلم عن أسباب بطلان الأحكام أما حضرتك تطلع على حب ابتدائي وبتحب تطعن عليه بالاستئناف طبعا أسباب الاستئناف الموضوعية بتبقى خاصة بك وبقضيتك أنت بتطلعها من اطلاعك للقضية وبحثك كل قضية لها أسبابها الخاصة بها فيما يخص الموضوع لكن في حاجة مهمة جدا بتشترك في جميع القضايا ومعلومات خاصة ببطلان الأحكام لازم تكون عارفها وهنقول بعض منها للإيضاح ولتحريك الزاكرة أول حاجة إن الحكم لابد وأن يكون موقع من القاضي إذا خل الحكم من التوقيع كان الحكم باطلاً لابد أن يكون الحكم حاملاً لتاريخ إذا خل الحكم من تاريخ صدوره كان الحكم باطلاً لما بتجي حضرتك تطلع على حكم لازم تشوف إن الحكم يكون صادر موقع من القاضي الورقة الأخيرة بالأخص إن الحكم يكون بيحمل تاريخ صدوره إذا الحكم ما فيهوش تاريخ تدفع بالبطلان ويطلع الحكم باطل ويقضع ببطلانه وإذا قضي يفطعن بالنقض وأسست طعن بالنقض على إن الحكم ما فيهوش تاريخ يبقى الحكم باطل والمحكمة تقضي ببطلانه وانعدامه كمان خلو الحكم من منطوقه إذا خل الحكم من منطوق يبطله إذا كانت أسباب الحكم يستحيل قرائتها استحالت قرائة أسباب الحكم تبطل الحكم كمان فيه حاجة كانت موجودة وما أصبحتش موجودة كلمة باسم الشعب إذا خل الحكم من كلمة باسم الشعب كان الحكم باطلا لكن صدر حكم نقض فيه 2019 قال إن المسألة دي مش جوهرية لأنها مفترضة بحكم الدستور أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب فإذا خل الحكم من كلمة باسم الشعب يبقى الحكم سليم ولا يطعن عليه لهذا السبب لأن دي معلومة ممتشرة ومتداولة ومشهورة وكلنا كنا عارفينها وبنشتغل عليها أنه إذا خل الحكم من كلمة باسم الشعب التي يستهل بها الحكم كان الحكم نقضي نطعن عليه بالبطلان ويقضى ببطلان أما بعد صدور حكم محكمة النقض في 2019 بأن هذا الأمر مفترض في الحكم وأنه أمر دستوري ففي هذه الحالة لا يعول على هذا الأمر ولا تعتمد عليه كما أن الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم يبطل الحكم إذا شمل أسماء غير أسماء الخصوم أو حصل فيه خطأ في ذكر أسماء الخصوم يكون الحكم باطلا إغفال اسم المدعي بالحق المدني يبطل الحكم خلوه الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة زي ما وضحنا أو باسم الشعب لا ينال من شرعيته لأنها مفترضة في مسألة تانية منتشرة جدا في أحكام بتطلع دلوقتي على نمازج أحكام مطبوعة بتبقى مطبوعة مسبقا بيستعملوها السادة القضاء مسألة الحكم المطبوع مسبقا ليس سبا لبطلانه مدام الحكم مبني على أسبابه ومتعلق بموضوع القضية وشمل أسباب الحكم وبني على أسبابه بهذه المناسبة نوضح برضو مسألة أن الحكم بالإدانة لا بد أن يكون مسببا أما الحكم بالبراءة فلا يلزم أن يكون مسببا وأحكام النقد كثير في هذا المجال أن الحكم بالإدانة لازم يكون مسبب والحكم بالبراءة لا يلزم أن يكون مسببا طب العلة في كده إيه؟ أن الحكم بالإدانة أنك أنت بتخرج الإنسان من أصله الأصل في الإنسان البراءة الأصل في الإنسان البراءة مش محتاج من أن أسبب سبب براءته إذا المحكمة قضت بالبراءة الأصل في الإنسان البراءة إذا قضت ببراءته يكفي هذا أما الحكم بالإدانة فإنه يخرج الإنسان عن الأصل السابت والمفترض فيه أن الأصل في الإنسان البراءة فيلزم أن يكون الحكم مسببا تسبيبا منطقيا ومقبولا بما يجعل الحكم صحيحا أما إذا كان الحكم بالإدانة غير مسبب فهذا سبب من أسباب البطلال شكرا اشتركوا في القناة